جزاكم الله خير وأحسن إليكم يقول إذا كنت أعمل عملاً قاسياً في شهر رمضان وليس لعمل سوى ولا أستطيع الصيام فهل يجوزني الفطر وأقضي الصيام حين أجد زمن آخر؟ جزاكم الله خير ما يجوز الإفطار من أجل العمل الشاق؟ لأن الله سبحانه وتعالى إننا ذكر الأعراض والأعيار التي يختر من وجه الصائم في الورض والسفر وكذلك الحائر والنفسة وكذلك الكبير العلم الذي لا يستطيع الصيام أو المريض المرض المزمن هذه هي جمة الأعبار الشرعية التي يباح من أجلها الإفطار في محالي رمضان والقضاء من أيام أخر وأما العمل الشاق فإنه ليس بعضه وعليك أن تسوم فإن أدركك الهلاك وخشيت من الموت في أثناء النهار فإنك تأخذ ما يدفع عنك الخطر وتمسك بطوية اليوم وتقضي فيه من يوم آخر إذا لم تستطع إكمال الصيام للنوم خشيت من الهلاك الحاصل أنه لا بد من الصيام لأنك حاضر يستطيع مسافر ولأنك صحيح ولا يستطيع مريض وتصوم لكن لو عرض لك عارض خشيت معه من الهلاك لكن تفضل أن تأخذ ما يبقي عليك الحياة ثم تمسك بقية اليوم وتقضي لأنه آخر بدأ له نعم